السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مادة الانتروناشنال ايكوناميكس أو اليكون 500 ومع حضراتكم البروفشتة من باسط أكد هنتكلم كده مع بعض في أول شابتر في المادة بتاعتنا اللي بيتكلم عن الانتروناشنال ايكونامي والاقتصاد الدولي فأول حاجة هنتكلم عنها الانتروناشنال ايكونامي والجلوبلايزيشن عايزين نعرف ايه هو الفرق ما بين الاقتصاد الدولي والاقتصاد المحلي وهل العولمة ليه هدور عندنا في زيادة التنامي وتنامي الاقتصاد الدولي ولا فأول شابتر لنا كده مع بعض هنتكلم عن حاجتين أول حاجة هوا الانتروناشنال ايكوناميكس الحاجة التانية هاي هي الدرولايزيشن العولمة وازاي العولمة قدرت تأثر بشكل كبير جدا النهاردة في اقتصاديات الدول وازاي النهاردة قدرت النية تعمل انفتاح اقتصادي أول حاجة هنتكلم عنها في الشرطر بتاعنا يا جماعة ألا وهي Economic Interdependence أو زي ما احنا بنقول كده مع بعض الترابط الاقتصاد قصة الترابط الاقتصاد دي الترابط الاقتصاد كده بمعنى أصح معناها إن الدول النهاردة أصبحت مرتبطة ببعضها اقتصاديا ومعنى إن هي مرتبطة ببعضها اقتصاديا ده معنى إنه كل دولة من الدول أصبحت بتعتمد على الدولة التانية في إنتاج منتج معين أو في تأبيض خدمة معين فعلى سبيل المثال مثلا نلاقي إن أمريكا على سبيل المثال العالم كله معتمد عليها مثلا في إنتاج العربيات نلاقي مثلا السعودية العالم كله مثلا مرتبط عليها في إنتاج الملابس نلاقي مصر مثلا العالم كله مرتبط عليها مثلا في إنتاج الأحذية الصين مثلا نلاقي إن العالم كله مرتبط عليها في إنتاج الجوالات أو الموبايلات وهكذا في النهاية ما فيش شركة أو ما فيش دولة مكتفية بذاتها كل الدول النهاردة مرتبطة ببعضها علشان تقدر تعمل ترابط اقتصادي وكل معتمد على الدولة التانية ان هي تقدم لها خدمة او منتج مش موجود عندها في عندنا درجات عالية من الترابط الاقتصادي لو احنا عندنا high degree of economic interdependence لو احنا عندنا درجة عالية من الترابط الاقتصادي هنلاقي الآتي non-nation existing economic isolation مش هنلاقي دولة منفصلة اقتصاديا وكلمة الانفصل الاقتصادي ده معناها يا جماعة ان احنا مش هنلاقي دولة مكتافية بنفسها ومكتافية بذاتها في كل حاجة مش هنلاقي دولة بتنتب كل المنتجات ولا هنلاقي دولة بتقدم كل الخدمات عشان كده كل دولة من الدول اللي موجودة عندنا مضطرة ان هي تعتمد وترتبط اقتصاديا بدولة تانية لان امكانياتها مش هتسمح لها في حالة وجود ترابط اقتصادي قوي برضو بيقول لي معناها بيقول لي ان كل الجوانب الاقتصادية الخاصة بالدولة هتبقى مرتبطة بوجود شرك اقتصادي يعني ايه وجود شرك تجاري يعني لازم ابيع واشتري من الناس من برا البلد لازم ابيع واشتري وعمل استراض وتصدير مع اطراف خارجية ومع شركات تانية برا البلد قال ان اترابط الاقتصادي ده بيقول لي ان الترابط الاقتصادي اللي موجود ما بين الدول ده بيعكس تطور العالم الاقتصادي والعالم السياسي على المشتوى الدولي بيقول لي كمان بيكون معقد طبعا لازم يكون معقد ليه لانه بيتم على المشتوى الدولي وطالما انه بيتم على المشتوى الدولي يبقى فيه علاقات فيه ترابطات ما بيننا وما بينهم دي كلها بتبقى علاقات معقدة تعقيد هنا بيرجع نتيجة انفصال المكان تعقيد هنا بيرجع نتيجة اختلاف العملات التعقيد هنا بيرجع نتيجة اختلاف عسعار الصرف بيقول لي ان its effects are an event وتأثيرها غير محدود طيب بيدينا هنا مثال برضو على economic interdependence او الترابط لاقتصاد وبيقول لي over the past 50 years بقول لي على مدار الخمسين سنة اللي فاتهم the world's market economies have become increasingly interdependent بقول لي انت لو جيت تبص على الاقتصاد الدولي وجيت تبص على الترابط الاقتصاد على مدار الخمسين سنة اللي فاتهم هتلاقي ان فيه ترابط اقتصادي كبير جدا من الدول ومعنى ان فيه ترابط اقتصادي يا جماعة كبير ده معنى ان حجم الصدرات وحجم الواردات وحجم البيع وحجم الشراء بين الدول زاد كتير جدا يعني بيقول لي ان حجم الامباط حجم الصدرات وحجم الواردات ارتفع وزاد بدرجة كبيرة جدا ما بين الدول الصناعي حاجة تانية ان حجم الاستثمار الاجنابي وحجم الاستثمار الاجنابي معناه ان شركة موجودة في دولة هتروح تستثمار في دولة تاني شركة مثلا موجودة في امريكا هتروح تفتح لها مصنعة في السعودية شركة مثلا موجودة في امريكا هتروح تفتح لها مصنعة في مصر وبالتالي هنا ده بنسميه عندنا ايه الـ foreign investment أو الاقتصاد الأجنابي and international lending have expanded ومستوى الاقتراض الدولي وان الدول تستلف من بعضها وان الدول تاخد كروض من البنك الدولي ده كلها جماعة حاجات تدول ان فيها عند ايه ترابط اقتصاد وبالتالي وجيت اسألك سؤال بسيط كده الحتى اللي احنا كرقناها مع بعض وقلتلك ده اللي على مستوى الخمسين سنة اللي فاتهم اللي يضل ان فيه ترابط اقتصادي دولي او فيه ترابط اقتصادي قوي هتقولي اول حاجة زيادة حجم الاكسبورتس والايمبورتس ما بين الدول الصناعية تاني حاجة زيادة حجم الفورن امباستومنت الاقتصادي الدولي او الاقتصادي الاجنبي تالت حاجة عندنا زيادة الانتروناشنال لندنج او بمعنى اصح زيادة حجم الاقتراض الدولي نكمل بعانا في جزء economic interdependence بولانيشنز can consume a wider variety of products at a cost less than what could be driven in the absence of the trade نقطة لما نتكلم فيها يا جماعة تعتبر منفعة من ضمن منافعة ترابط الاقتصادي بيوني النهاردة نتيجة وجود ترابط اقتصادي ونتيجة ان كل دولة بيكون معتمدة على دولة تانية في انتاج منتج معين وبتشتري منها او بتصدروا ليها تمام قال للنهاردة نتيجة ان فيه ترابط اقتصادي بين الدول ده ادى الى ان احنا نستهلك منتجات هتكون تكلفتها اقل من ان احنا ننتجها على سبيل المثال مثلا المنتجات الصينية احنا بنعتمد على الصين كجزء كبير جدا في المنتجات اللي هي بتنتجها ولو انا حاولت ان انا انتج المنتج ده عند جوه بلدي هتبقى ال cost بتاعته والتكلفة بتاعته عالية كبيرة جدا عشان كده بقول ان شراء المنتج ده من الصين واستهلكه من الصين بيكون موفر ليا في التكلفة بقول لد despite this advantage بغض النظر بقى عن الميزة اللي احنا اتكلمنا فيها ان ده بيساعد ان انا استهلك المنتج بتكلفة قليلة بقول لدي ماند half growing for protection اه قال لك خد بالك بقى الوقت انت حرك بتقول ان احنا بنجيب المنتجات من بره وبتبقى تكلفة اقل بالنسبة لنا طيب بحلازم برضو المنتجات اللي تكون جاديا يكون لها معايير لازم المنتجات اللي تكون جاديا تكون معايير او منتجات ينفع ان انا استخدمها جوه البلد عشان كده بقول لك على الرغم من الميزة اللي موجودة في ان انا اجيب بضاعة من بره البلد لازم يكون حجم الطلب بتاعنا محمي agenist imports تمام يعني لازم حجم الطلب لما يزيد في نفس الوقت اجيب وردات تغطيه وتكون المنتجات كويسة بمعنى بيقول لي ان في طلب زاد كبير جدا على المنتجات في حالة ان مفيش عندنا واردات والدولة مش قادرة تشتري وطبعا ده هيسبب عندنا مشاكل اقتصادية زي الكاسات الاقتصادية هو هنا بقى بيتكلم باختصار بيقول لي بيقول لي ان شورت باختصار ايوا سيدي عاوزي بقى بولد الاعتمدية الاقتصادية بين الدول وان كل دولة معتمدة على التانية في انتاج منتج معين قال لي has become a complex issue اصبحت قضية معقدة في الفترة الاخيرة قال لي resulting in وقدت الى وجود strong and uneven impact among nations وقدت الى وجود اثر قوي نتيجة الاعتمدية الاقتصادية وان كل دولة بتشتري من التانية ده اثر بشكل كبير جدا على الدول and among sectors within given nations وكمان اثر على القطاعات بتاعها اذا كده جماعة نطلع باختصار شريك جدا ان احنا عندنا economic interdependence ده معنا ان كل دولة من الدول هتعتمد على دولة تانية في انتاج منتج معين وهتستورده بنا الموضوع ده مفيد جدا لكل دولة لانه بيساعدها ان هي تنتج منتجات تجليفتها ولكن على المقيد ده ممكن يسبب عندنا ضرر كبير جدا الاقتصاد المحلي وممكن كمان يكون له اثر كبير جدا على ال department والاقسام اللي بوجودة عند جوه الشركة طيب نكمل عندنا economic interdependence برضو زي ما احنا ولا high degree of economic interdependence تعني اتكلم برضو لازلنا بنتكلم في وجود درجة عالية جدا من الاعتمادية الاقتصادية من الدول بيقول لي يعتبر وجود اعتمادية اقتصادية بين الدول ده خطوات toward international cooperation يعني ايه؟ يعني النهاردة لما اخلى عندنا دولة مصر تنتج حاجة معينة وخلى عندنا السعودية تنتج منتج معينة وخلى عندنا الصين تنتج منتج معينة وكل دولة تستورد وتصدر المنتج بتاعها للدولة التانية ما ده جماعة بيؤدي لو يجود حاجة اسمها international cooperation تعاون دولي والتعاون الدولي معناه ان الدول كلها بتتعاون مع بعضها عشان تؤدي غرض معين حاجة التانية بقول لي يعني ايه؟ يعني بيقول لي ان الدول اللي بتصدر وبتستورد من بعضها بتستفيد تمام؟ فيدي الاستفادة هنا ان الصين قدرت ان هي تصدر المنتج بتاعها وتكسب منه وفي نفس الوقت قدرت تشتري منتج من مصر بتكلفة اقل يساعدها ان هي تشتغل بشكل كويس فده طبعا بيفيد الدول اللي داخلها في عملية التعاون الدولي دي بعد كده عني بيقول لي لازم يكون فعلي protectionist precious يعني لازم ضمن حق بعض الدول ان هي تستورد المنتجات دي لان في بعض الدول ما بيكونش عندها امكانيات ان هي تصنع المنتج داخلية فما ينفعش ان انا احرمها من ان هي تستورد المنتج ده من بره البلد فبقول لي بعض الدول النامية ارجو ذات قالت liberalized trading system service to keep them in poverty يعني يا جماعة يعني بيقول لي في بعض الدول النامية قالت ان تحرير نظام التجارة تمام؟ خلاهم في مصف الفقر وكان هو عايز يقول لك ايه ان الدول النامية يحق ليها ان هي تنتج منتجات زيها زي الدول المتقدمة والدول النامية عشان تخرج من بقرة الفقر وعشان تخرج من مستنقع الفقر عايزة هي كمان تنتج منتجات والمنتجات اللي هتنتجها تاخدها تصدرها وتكسب من ورها تمام؟ وبالتالي لازم هنا نعمل ايه بقى تعاون دولي ونحمي الدول الصغيرة زي ما احنا قلنا هنتكلم بقى عن economic interdependence من وجهة نظر ايه من وجهة نظر سياسية بقول لي ان domestic economic policies بقول لي السياسات الاقتصادية المحلية الخاصة بكل دولة have spill over effect on other economics يعني بيقول لي ان كل دولة من الدول اللي داخل عندي في مرحلة التعاون الاقتصادي وقالوا احنا هنستورد وهنصدر لبعض تمام؟ ده ممكن السياسات المحلية الاقتصادية بتاعة كل دولة تنتشر ويكون له اثر منتشر على الاقتصاد التالي يعني مثلا ممكن يكون نظام الاقتصاد في مصر نتيجة ان مصر متعاونة مثلا مع امريكا في انتاج منتج معين او تصدير منتج معين فبقول لي ممكن النظام الاقتصادي المصري يؤثر عن نظام الاقتصاد الامريكي او ممكن نظام الاقتصاد الامريكي يؤثر عن نظام الاقتصاديين المصري بقول لي quantitative easing by Fent intended to stimulate US economy during great recession كان فيها عندنا عالم و public figures كبير جدا موجود في امريكا اسمه Fent الرجل ده قال في فترات الريسيشنز اللي امريكا كانت بتتعرض لها قال لازم ان احنا نعمل محاكاة اقتصادية مع الدول الكبيرة بمعنى ان احنا نحاول نستورد منهم ونحاول ان احنا نستفيد من الانظمة الاقتصادية بتاعتهم ونعمل لها محاكاة في امريكا علشان نقدر ننقذ الاقتصاد الامريكي بولي criticized by USA trading partners as a temp to improve american competitiveness through depreciation of dollar طبعا في ناس كتيرة جدا انتقدت في السياسة بتاعت FED وقالوا ان FED بيحاول يعمل كده علشان يعزز من قوة الدولار الامريكي في حين ان الدولار الامريكي ده اصلا كان في الوقت ده منحدر وكانت كنته قليلا وبالتالي خلاصت الكملتين دول معناها ان فيها عندنا واحد اسمه FED FED ده كان عاوز ينقذ الاقتصاد الامريكي وحاول ان هو يخش في اقتصاديات دولية وحاول ان هو يخش في اعتمادية دولية مع دول قوية عشان يستفيد من قوة الانظمة الاقتصادية بتاعتها ويعزز من قوة الاقتصاد الامريكي وطبعا الناس لحظت حاجة زي كده وقالوا ان انت بتعمل كده عشان تقوي من قيمة الدولار بيولي استجابة لانحضار الاقتصادي والكساد الاقتصادي اللي حصل بين سنة 2007 لسنة 2009 بيولي FED ده التم بالتو جروب زي US economy جرق FED ده حاول ان هو زي ما احنا قلنا يرفع وينمي الاقتصاد الامريكي عن طريق ان هو اشترى اوراق مالية واشترى اسهم وسنالات في البورصة من شركات كبيرة This policy was called quantitative easing يبقى انا كده عم بسياسة اسمها quantitative easing السياسة ديت تمام اقتصادة كمية طب السياسة الكمية ديت معناها اذا ما احنا قلنا قلنا ان السياسة الكمية دي معناها ان احنا عشان نرفع من مستوى الاقتصاد تاني وعشان احاول ارجع الاقتصاد المستوى اللي احنا عارفنا هنحاول ان احنا نشترك كمية كبيرة جدا من الاسهم الاسهم اللي انا هشتريها ده يا جماعة هتساعد بشكل كبير جدا ان احنا نقوم الاقتصاد من تاني بقول لي الفكرة اللي جات عند التد دي بيقول لي The idea was to pump additional money into the economy بيقول لي ان التد دكت الفكرة بتاعته انه هو لما يشتري Securities طولت الاجل هيقدر يحصل على تمويل كبير جدا يقدر يستخدم الفلوس ديت ويدخها داخل الاقتصاد الامريكي وده طبعا هيكون له Long term interest rate to full وده هيقلل من اسعار الفايدة على المستوى الطويل يبقى كده كان في عندنا مشكلة في امريكا ان في عندها recession فد حاول يرجع الاقتصاد الامريكي ويعالج الاقتصاد الامريكي ويقول الاقتصاد الامريكي او مرايح شارع سندات طويلة الاجل ليه عشان ياخد منها فلوس يضخاف الاقتصاد الامريكي تخلي سعر الفايدة في الاجل الطويل يكون قليل طبعا ده يشجع الامريكيين ان الامريكان ان هما يستثمرهم بشكل كبير جدا ويستهلكوا بشكل كبير وطبعا ده في حد ذاته لما نزود حجم الاستثمر في البلد ولما نزود حجم الاستهلاك في البلد ده يكون له فايدة على الاقتصاد وهينامي الاقتصاد بقدر على الرغم من كل اللي احنا قلنا ده لما فد قال السياسة اللي احنا قلنا عليها ده يا جماعة في ناس عرضتهم طب الناس اللي عرضتها عرضتهم ليه؟ قالتلي لان السياسة اللي انت هتعملها دي وان انت تضخ فلوس كتيرة داخل البلد وان انت تشجع حجم الاستثمار وحجم المشترات ده هيؤدي الى وجود انفليشن تضخم في حالة الاسعار طب التضخم ده من شأنه ان هو يقلل من استقرار الاقتصاد وكده احنا بالبلد بنزيد الطين بلة يعني ايه بنزيد الطين بلة حين انت كده بتغوز للاقتصاد اكتر لازلنا بنكمل الحكاية بتاعت فيد بيقولي اولسو على الرغم من الكلام ده بيقولي الاقتصاديات الدولية والناس اللي من خارج امريكا اقترعوا او انتقدهم فيد في البرنامج الاصلاحي بتاعه الاقتصاد الامريكي زي المانيا والبرازيل قالوا ان انتقادهم كان لفيد ايه؟ قالوا ان دي عبارة عن محاولة من فيد ان هو يحسن من قوة الاقتصاد الامريكي في الاقتصاديات الدولية وقالوا كمان ان هم لاحظوا ان قالوا برضو ان طباعة النقود الكتيرة اللي تد عاوز يعملها وتقليل اسعار الفايدة ده هيسبب دي بريسيشن ان دولار اكتر وقت كل ده ان شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل في شابتر 11 يبقى كل ما احنا كنا نتكلم فيه ده القصة بتاعت واحد اسمه فت ده يعني مصلح اقتصادي في امريكا كان بيحاول ان هو يصلح الاقتصاد الامريكي اقترح ان احنا نطبع نقود جديدة اقترح ان احنا نشتري سيكوريتز كانت الفكرة كلها انه نضخ فلوس اكتر داخل الاقتصاد الامريكي هشجع الامريكان ان هم يستثمرهم فيه ناس وفق تاعة الكلام ده وفيه ناس عارضت عليه واللي عارض كان من جوه البلد ومن بره البلد ده خشي بقى في نقطة تانية خالص وموضوع تانية خالص معنا في الشرطة بتاعنا حاجة اسمها الكلباليزيشنز اللي هي العولامة وطبعا يا جماعة العولامة زا ما احنا اتفانا كده مع بعض وعارفين ان العولامة معناها وجود انفتاح بين الدول سواء اللي انفتاح ده انفتاح اقتصادي او انفتاح فكري او انفتاح ثقافي او حتى انفتاح اقتصادي فبدل ما كانت كل دولة افل على نفسها وبدل ما كانت كل دولة تشتغل مع نفسها النهاردة فتحنا الحدود مع بعض وهنعمل عملية تبادل تجاري تبادل تجاري نبيع ونشتري من بعض وممكن كمان نعمل اسواق دولية لمجموعة من الدول كلها مع بعض هنعمل عندنا تبادل فكري هنعمل عندنا تبادل ثقافي هنعمل عندنا تبادل تكنولوجي وبالتالي النهاردة مع وجود العولامة ومع وجود globalization أصبح العالم كله بمثابة دولة واحدة أصبح العالم كله بمثابة دولة واحدة تمام؟ فبيقول هنا أن globalization هي عبارة عن the process of greater interdependence between countries and the shared citizens بيقول أن العالمة هي عبارة عن عملية اعتماد كبير ما بين الدول وبين مين المواطنين بتوح بقول ده increased international flow ونتيجة وجود العالمة ده بيزيد من حجم التدفق لمين؟ للسلع والخدمات والناس والاستثمارات وكمان المصانع والستوكس والبود يبقى كل ده بيزود حجم التدفق ما بين الدول يعني حجم التدفق؟ يعني عادي أن احنا نبيع ونشتري من بعض عادي أن احنا نقدم خدمات لبعض من دول مختلفة عادي أن احنا ممكن نوظف ناس من دول مختلفة داخل دفس الدولة عادي أن احنا ممكن نعمل استثمارات في الدول بتاعت بعض عادي أن ممكن يكون عندنا مصانع فاكتوريز وكمان عندنا ستوكس أسهم وسندات ده اللي هو حجم الاستثمار الأجنبي بين كل دولة والتاقي وخلي بالك أن الدوليزيشة العولمة يعني احنا لما جاء نعمل عولمة عملنا انفتاح سياسي عملنا انفتاح تكنولوجي وتبادل التكنولوجيا بشكل كبير جدا عملنا انفتاح وفكر ثقافي تبادل الأفقار وتبادل الثقافة وعملنا كمان انفتاح اقتصادي بأن احنا بدأنا نعمل أسواة دولية وان احنا كمان بدأنا نعمل تبادل تجاري وزود بحجم الاستراض والتصدير طيب نشوف كده بقى دور العولمة في النشاط الاقتصادي وهل فعلا العولمة ليها أثر عن النشاط الاقتصادي؟ بولي انترميس اف بيبل ديلي لايفس لو احنا نتكلم فيه الأنشطة اليومية بتاعت الناس يعني بقولك النهاردة احنا مثلا نتكلم عن دولة معينة وجينا نبص النهاردة لسلوك الناس هنلاقي ان اول حاجة حجم الاستهلاك بتاع الناس اختلف كتير جدا وزاد كتير جدا على اهم زمان حجم الاستثمار وان انا استثمر في دولة تانية غير الدولة بتاعت برضو زاد بشكل كبير جدا بمعنى ان اصبح الافراد النهاردة بيكسبوا فلوس من الدول التانية اصبح فيه عندنا انفتاح في التواصل والاقتصاب النهاردة اقدر اتكلم بالتليفون من الدولة التانية النهاردة اقدر ان انا اتواصل وبعد امين واعمل شاتينج مع زميلي او مع اصحابي او لو انا شغال في تيم وورك دولي على مستوى العالم النهاردة الناس بتقدر تفزيت ازر كنترز يسافرون اذا ما هم عايزين وبدأ ان هما يشوفهم ان لو حصل تطور اقتصادي داخل دولة معينة ممكن الافراد اللي موجودين داخل دولة تانية يتقصروا به عن طريق ان هما يروحوا هناك ويعملوا محاكاة للتطور ده وكمان ممكن ان هما يتمتعهم بالرفاهية اللي موجودة عندهم وقال لك نتيجة برضه التطور الاقتصاد اللي موجود اصبح ان كل فرد موجود في كل دولة بيبقى على دراية وعارف الدولة التانية ايه حجم التطور الاقتصاد اللي حصل فيها ويه اللي اختبعات الجديدة اللي حصل عندها كل اللي احنا كنا بنتكلم فيها جماعة من شوية ده ده اللي هي النتائج بتاعة العالمة ده اللي هي المظاهر بتاعة العالمة ان النهاردة كل فرد موجود في دولة معينة ما اصبحش الموضوع مقفول عليه وما اصبحش الموضوع خاص بيه لوحده لا ده احنا عندنا النهاردة انفتاح اقتصاد وانفتاح فكر وانفتاح معلوماتي ما بين الدول كلها ده خلا ان كل فرد موجود في كل دولة بيتعامل وكأن الدولة التانية هي بلداعاب لكنها بيزورها وبيحاكل التطورات التي فيها نيجو نيجو اسأل السؤال المهم جدا ايه هي العوامل انه حددت الى وجود الانفتاح الاتصال ده؟ ايه هي ان نتح لهم عامل الذي حددت لولح العالمة؟ الانفتاح اللي انا بتكلم فيه ده وان الدولة او العالم كله اصبح كقرية صغيرة ايه العوامل اللي قدت للكلام ده اول عامل عندنا اللي هو التطورات التكنولوجيا نتيجة تطور فيها عملية الاتصال نتيجة عند وجود الانترنت وما يتبعه من وصائل التواصل الاتباعي زي الواتساب زي التليجرام زي الفيسبوك زي الهنجة وكل الحاجات دي كلها وصائل التواصل رقم اتنين تمام بدأ في عندي تطور في شركات النقل وبدأت عملية شحن البضاعة ونقل البضاعة تم بشكل تقني عالي جدا وشكل مؤمن تالت حاجة برضو قدت الى وجود العالمة تحرير عمليات الاقتصاد بمعناه ان عمليات الانفستمنت وعمليات الاستثمار ما بقيتش مقفولة على دولة معينة يجوز لاي شركة موجودة في دولة معينة ان هي تفتح مصنع في دولة تانية وان هي تشتغل في دولة تانية ده بنسميه عندنا حاجة اسمها او حجم الاستثمار المباشر خامس حاجة بمعنى تطوير الاسواق الدولية وكلمة تطوير الاسواق الدولية هنا معناها ان بدأ يكون فيه شراكات دولية ما بين الدول وفيه اعتمادية اقتصادية زي ما احنا اتفقنا وزيادة حجم التبادل التجاري هيدي ده بقى مثال ويدلل على الكلام اللي احنا قلناه بيقول لي على سبيل المثال تاريفس ان اندستري كانترز هاف قم داون فروم هاي دابل ديجيتال ان الف تسعمية واربعين تو اباوت فور برسنت بغاية الفين وستاشر يعني بيقول لي ان حجم التبادل الاقتصادي اللي موجود ما بين الدول الصناعية التضاعف تقريبا ما بين سنة الف تسعمية واربعين لغاية سنة الفين وستاشر تضاعف بنسبة كام 4% بيقول لي اتزي سيم تايم في نفس التوقيت ده موست قواتز ان تريد اكسيبتو افزي امبوزد فور هيلسي سيفتي وراثر بابلك بابلك بولوس ريزونز هاف بين ريمورد طب الكون دا معانيه بقى جماعة كان دا معانيه يقول لك في نفس التوقيت اللي حجم التجارة زاد فيه الاربع ضعاف ده تمام او للضعف بيقول لي كان فيه عندنا طبعا نسب وفيه عندنا جمارك على حجم التجارة ولكن فيه عندنا بعض الخدمات كانت معفية بين الجمارك والضرايب والكلام ده كله زي مثلا الخدمات الصحية وخدمات الامن وكمان عندنا اي خدمة للصالح العام عندنا بولي ويفيز اوف جلباليزيشن هنتكلم بقى عن الامواج او المراحل اللي الجلباليزيشنز مرت بها في الجزء دا نتكلم عن الويفيز اوف جلباليزيشنز او بمعنى اصح كده ايه المراحل الى العولمة مرت بها بولي هستوري اوف جلباليزيشنز طايت تو ايفلوشنس اوف تريد بيقول لي طبعا التاريخ بتاع العولمة كله مرتبط بشكل جدا بتطور النظام التجاري الدولي بيقول لي في اواخر قال لسنة 1700 و 1800 بيقول لي في الفترة من سنة 1700 و 1800 حصل عندي تطورين مهمين جدا اول حاجة وكلمة ده جماعة الانتاج بكميات كبيرة ان المصانع والدول بدأت تنتج بكميات كبيرة جدا نتيجة زيارة عدد الناس والانتاج الكبير ده وان انا انتج بكميات كبيرة ده بيقلل عندي من تكلفة الوحدة الوحدة التحسن التاني اللي تم خلال المرحلة دي ان وسائل المواصلات وسائل الاتصال وكمان عندي التواصل الدولي باقت متاحة وده طبعا من شأنه ساعد بشكل كبير جدا على نمو التجارة الدولية وخلى ان فيه عندي بعض المنتجات اللي بتنتجها بعض الدول يتم تصديرها للدول التانية يبقى الانتاج كبير الحجم خلى ان فيه فائد موجود عند الدول تقدر ان يتصدره تطور نظم النقل خلى ان فيه مساحة موجودة عند الناس ان هم يقدروا يعملوا استرالب وتصدير وانقلوا البضاعة بين الدول وده سهل من عملية تبادل التجارة بيقول لي rise of global manufacturing in 1990 بيقول لي يا سيدي بقى في سنة 1990 بدأ يظهر عندي نمو تصنيع دولي بمعنى ان النشاط الصناعي بدأ يظهر بشكل كبير جدا على مستوى العالم criticize the biografical fragmentation of productive process and of ensuring of industrial tasks نتيجة نمو النشاط الاقتصادي او المشاط الصناعي على مستوى العالم ده خلى ان بعض الدول ممكن تاخد جزء من العمليات الاقتصادية بتاعتها وتنهلها برا الدولة بتاعتها لدولة تانية بيكون مستوى المواد الخام والعملة فيها قليل على سبيل المثال مثلا لو احنا مثلا عندنا مصنع موجود في امريكا بيصنع مثلا جوالات او تليفونات المصنع ده عارف مثلا ان الهند موجود عندهم خامات كويسة وموجود عندهم عمالة مهرة وتكلفتهم قليلة فممكن المصنع الامريكي بدل ما يصنع التليفون جوه امريكا لا ياخد جزء من عملية التصناع دي ونقلها المين للهند يبقى هو كده عمل نقل جزء من عملية التصناع بتاعته من الدولة بتاعته لدولة تانية ده اللي بنسميها جماعة حاجة اسمها الوف شورينج وكلمة اوف شورينج معناها ان انا هكمل جزء من تصناع المنتج في دولة تانية تب انت راح للدولة ديت ليه عشان عندي امكانيات مش موجودة عندي طيب بيقولي هنا ان اول موجة واول تحرك واول شكل العولمة ظهر في سنة 1870 لسنة 1914 اول حاجة اول شكل من ضمن اشكال العولمة في الوقت ده ان احنا بدأنا نخفض من الترافيك او التاريف بررز معنى اي بناعنا ازالة الحدود بين الدول بدأنا ان احنا عندنا نعمل سهولة انتقال ما بين الدول حاجة التانية الفترة ده برضو كان بدأ يظهر فيها مجموعة من التقنيات ومجموعة من التطور التكنولوجي ده ادى الى تقليل اسعار النقل زى ما احنا قلنا تمام وبدأ ويوجد عندنا طبعا كباري ما بين الدول وعملية النقل اللي اصبحت بتتحسن بشكل كبير وقالل من التكلفة بتاعته حاجة التانية بقولي ان التطور التكنولوجي ده دريفن باي يوروبين عند امريكان بيزنس عند انديفيشوال اللي بدأ اتبنى عملية التطور التكنولوجي ده كان على رأسهم الامريكان والاوروبيين وده طبعا عشان ياخد المشاريعهم والافراد اللي موجودة هناك وكان هما رواد التبادل التجاري في هذه الفترة برضو في المرحلة الاولى من العولمة في سنة 1870 في سنة 1914 كان حجم بمعنى بقولي ان حجم الصدرات يعني الصدرات المقصود بنا البضاعة اللي الدول بتبعها كانت بتشكل ما يعادل 8% من مستوى الدخل الدولي والدخل الدولي هي مقصودة على مستوى العالم وطبعا ده مصدر زاد تضاعف عن ايام زمن بقول بير كابتا انكم وكلمة بير كابتا انكم معناها داخل الفرض الواحد تبعا زاد في المرحلة دية من واحد انكريزد واحد وثياتة من عشرة بير اير على سبيل المثال ان كان مستوى الدخل ده من خمسين سنة فتم كان كام خمسة من عشرة في المية يبقى احنا كده عندنا يا جماعة المميزات او الشواهد اللي ظهرت في المرحلة الاولى من العولمة اول حاجة ان حجم الصدرات زاد فده ادى الى ان مشاركته في مستوى الدخل الدولة تزيد بمعدل 8% مستوى دخل الفرض زاد نفسه زاد وصل لواحد وثلاثة من عشرة تمام مقارنة بنصف في المية لازلنا برضو في المرحلة الاولى من العولمة بيقولي بيقولي كل الدول اللي شرقت في العولمة في الفترة دي become richest country in the world يعني اي دولة خلال الفترة من 1870 ل 1914 كانت شركة في عملية العولمة الشركة الدولة دي يعني استفادت بشكل كبير جدا من العولمة والدولة دي تزورت مصدر الدخل بتاعها واصبحت من ضمن الدول الغنية هنا بقى بيقولي ان الموجة الاولى اللي احنا بنتكلم عنها دي انتهت مع الحرب العالمية الاولى طبعا لما حصلت الحرب العالمية الاولى قضت على كل المظاهر وقضت على كل النتائج اللي حققتها المرحلة الاولى او الموجة الاولى من العولمة طيب في سنة 1930 او سنة 1930 او تنحصن عندي دي بريشن تمام تنحصن عندي دي بريشن على مستوى العالم ككل كساد دولي بعد الانتهاء من الحرب العالمية الاولى وقال هنا بمعنى ان بدأت الدول تحمي نفسها وتحمي الاقتصاد بتاعها طبعا زي احنا عارفين يا جماعة الحرب العالمية الاولى لما حصلت دمرت دول كتير جدا ودمرت اقتصاديات دول كتير جدا فده ترتب عليه وجود كساد عالمي على مستوى العالم نتيجة الكساد ده بوجود على مستوى العالم بدأت كل حكومة من حكومات كل دولة تتحرك علشان تحمي نفسها عملوا يبقى raised tariff on importus بمعنى انهما زودهم حجم الضرائب والجمارك على الوردات tried to shift demand into domestic market to promote domestic sales and jobs بدأت الدول تشجع الاستهلاك على المنتج المحلي والوظائف المحلية وبدأت ان هي تقول ان الناس اللي هتستورد بضع من بره هنفرض عليها ضرائب كتير جدا زيادة الضرائب هتؤدي الى زيادة التكلفة زيادة التكلفة هتؤدي الى زيادة السعر فنفيش حد هيشتريها وبدأت ان هي تشجع على استهلاك المنتج المحلي ومعنى ان احنا هنستهلك منتج محلي ده معناه ان احنا لازم نقلل السعر بتاعه ونشجع المنتج المحلي بعد كده برضو الحكومة عملت اين؟ بدأت ان هي تزود في الفترة ديت في حجم الكساد الدولي ده بقول ان الـ بيقول حجم الصدرات قل من 8% ل5% ومشاركته في الدخل القومي على مستوى العالم قل من 8% الكام ل5% طبعا ده كلها نتيجة ايه يا جماعة نتيجة الحرب العالمية الاولى اللي بوازت كل حاجة كانت الموجة الاولى من العولمة عملتها نيجي بعد كده بقى للموجة التانية بتاعة العولمة ودي كانت من سنة 1945 لسنة 1980 الموجة التانية ده يا جماعة عملت ايه؟ اول حاجة Renewed Incentive Work Globalization بدأت تقدم حوافز جديدة وتشجع الدول على العولمة من تاني Falling Transportation Costs Fosters Increased Rate بدأت ان يتقلل من تكاليف المواصلات ونقل البضاعة بين الدول وطبعا ده هيشجع على عملية التجارة بشكل كبير Trade-Librations Not uniform بدأت ان يتقلل من تحرير للتجارة العالمية وتحرير التجارة العالمية هنا معناها ان احنا شلنا كل القيود او معظم القيود اللي كانت متعلقة بحجم التبادل الدولي طيب تعاني شو بقى ايه اثر المرحلة التانية من العولمة ايه هو differential impact of second wave تعاني شوف كده المرحلة التانية من العولمة كان ايه لقصد بتاعه اول حاجة بقولي ان بيقولي بالنسبة للدول النامية بدأت تفتح الحدود بتاعتها للتعامل مع الدول المتقدمة وطبعا ده هيكون في افادة كبيرة جدا للدول النامية لانها هتستطيع ان هي تعمل محاكاة للدول المتقدمة هتتأثر بالنظم الاقتصادية بتاعتهم والتطور التكنولوجي بتاعهم وهتبدأ ان هي تقلدهم وده هيساعدها بشكل كبير ان هي تطور من نفسها بقولي بمعنى ده نتيجة ان الدول النامية فتحت حدودها مع الدول المتقدمة ده زود بشكل كبير جدا تبادل الصلاع الزواجعي بقولي لكل الدولتين سواء الدولة النامية او الدول المتقدمة بالنسبة طبعا الكلام هنا كان عن الدول المتقدمة بالنسبة الـ Developing Countries اللي هي الدول النامية بقى فين مقدار الاستفادة طبعا هنا كان كلاما كله جماعة عن الدول المتقدمة ومقدار الاستفادة اللي هي استفادتها طب بالنسبة بقى للدول النامية استفادت ايه وتأثرت بايه في الموجة التانية بقول لي Only aggregators export قولة تعريبا في الفترة دية الدول الونامية كانت متقدمة في حاجة واحدة بس في المجال الزراعي والمنتجات الزراعية مكانش ولا دولة على مستوى العالم تقدر تنافس الدول الونامية في الزراع باعتبار النشاط بدائي فكانت الدول الونامية متفوقة في الحتة دي وده كان يعتبر مصدر داخل بالنسبة لكن الدول المتقدمة كانت في المرحلة دي متفوقفين في السلعات الصناعية في مجال التصنيع لكن الدول النامية كانت متقدمة في مجال الزرع طيب نكمل برضو الأثر بتاع المرحلة التانية قال لي تاني حاجة موجودة عندنا بدأ يظهر عندي أنواع جديدة من التجارة ما كانتش موجودة قبل كده بمعنى أن في الدول الغنية بدأت تزود مجالاتها وتتخصص بشكل كبير جدا في الجوانب الصناعية وطبعا اللي كان شغال في المجال الصناعي في الفترة دي هو كان أكتر حد مستفيد من العالمة بمعنى بيقول لي هنا أن الصناعات أو الدول المتقدمة قدرت أن يتزود الإنتاجية بتاعتها عن طريق تجميع التجميع الاقتصادي والتجميع الاقتصادي هنا اللي هو الأجلموريشنز إيكونوميز يعني التجميع الاقتصادي يا جماعة تجميع الاقتصادي معناها أن الدول بدأت أن هي تجمع المصانع على مستوى العالم ويعملوا حلقات إنتاجية وبدأ دولة موجودة في أمريكا تتعاون مع دولة موجودة في إيطاليا تتعاون مع دولة موجودة في الهند مثلا والتلات مصانع دول يشتغلوا مع بعض يتعاونون مع بعض في إنتاج المنتج ده فالتجميع الاقتصادي ده كان متمثل أن الشركات كانت بتحط إيدها في إيدهم بعض ويصنعهم مع بعض كان عند بعض الشركات اللي هي متضمنة مع بعضها أو شركة مع بعضها ممكن ينتجهم منتج معين أو ينتجهم منتجات مختلفة وكانت الشركات اللي بتستفيد من الحركات دي أو التجمع ده هي الشركات اللي داخل التجمع بس أي شركة تانية كانت برا التجمع ومش داخلة ضمن التجمع الاقتصادي ما كانتش بتستفيد وبالتالي نطلع من الحتة دي النقطة مهمة جدا أن بدأ في المرحلة التانية من العولمة يظهر نظام التكتلات الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية معناها أن في أكتر من مصنع موجود في أكتر من دولة هيحط إيدهم في إيدهم بعض ويتعاونوا مع بعض أن هم ينتجوا منتج معين والاقتصاديات بتاعة الدول اللي المصانع كانت بتبقى داخلة فيها دي هي دي بس اللي كانت بتستفيد منين من العولمة بيدين هنا مثالها هوات وبيقول لي بمعنى بيقول لك اليابان باعتبرها كانت رائبة صناعة السيارات في الوقت ده بدأت أنها توفر قطع الغيار بتاعتها أنها تكون موجودة في أماكن بالقرب من مصانع التجميع اللي بتجمع العربيات عشان يقدروا أنهم يشتروا البرطات بتاعتها بقول لي فور كامبانس بقول لي بالنسبة للشركات زي مثلا شركة تويتا وهوندا الحركة اللي الشركات اليابانية عملتها أنها وفرت قطع الغيار بتاعتها بالغرب من مصانع تجمع السيارات ده وفرت تكلفة بشكل كبير جداً إسعاكة تكلفة النقل أو تكلفة التنسيق أو حتى تكلفة التعاقد أو المرأبة على شركات تجمع السيارات زي شركة تويتا وشركة هوندا بقول لي قلزوه على الرغم أن التكتل الاتصادي ده بيفيد مجموعة الشركات اللي بتتكتل مع بعضها وبتحط إيضاء في قدين بعض زي ما قلنا على سبيل المثال أن الشركات اليابانية تكتلت مع بعضها تويتا مع هوندا معها معها حطوا قدوهم في قدين بعض وبدأ يوفروا لبعض قطع الغيار واشتغلهم بالقربة من بعض ده طبعا بنسميه كلاستر الكلاستر ده يا جماعة أو المجموعة ده هي الوحيدة اللي هتستفيد بضع الرغم أن التكتل الاتصادي ده بيفيد الكلاستر they are bad news for those who are left out تمام؟ اللي هيسيب التجمع ده ويمشى هيتضر بشكل كبير جدا بمعنى أنه بيقولك طول ما الشركات اللي دخلها مع بعضها في كلاستر شغلها مع بعض هيبقى الموضوع زي الفل لو في شركة من دول خرجت برا الكلاستر ده هيقلل من الفعالية بتاعت الكلاستر وبالتالي ممكن مجموعة الكلاستر دي تفقد فعاليتها في المكان اللي هي شغلة فيه لازلنا بنتكلم عن المرحلة التانية من العولمة اللي كانت ما بين 1945 ل1980 بولي بقى بالنسبة للـ developing countries as a group left behind الدول النامية بقى كان وضعها ايه في الحوار ده؟ بولي الدول النامية في الوضع ده continuing trade Paris لازالت كان موجود عندها حدود مع التجارة يعني ما كانتش فتحة ابوابها مع الدول المتقدمة وكانت لسه افلع على نفسها unfavorable investment climate كانت الدول النامية في المفترة دي مناخ الاستثمار عندها مش مشجع الدول المتقدمة انها تروح تستثمار عندها anti trade policies كان بينزول عندنا سياسات ضد التجارة بتاعتها dependence on agriculture بيعتمدهم على الزراعة وكمان عند الموارد الطبعية إبا ده كان وضع الدول النامية في المرحلة التانية من العولمة ما كانوش فتحين ابوابهم للتعاون مع الدول المتقدمة ولا حتى كانوا فتحين ولا كانوا حتى بيحسنهم من الدولة بتاعتهم عشان تبقى مناخ اقتصادي للاستثمار مع الدول الاجنبية هنكتفي بالجزء ده في الفيديو الاول من الشمتر بتاعنا وان شاء الله لسهلنا فيديو تاني هنتكلم فيه عن بقية الشمتر بتاعنا شكرا لكم ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله